كلمة نملك على الأرض لأن المسيح لما يجي دين المسكونة حتيجي كنيسته معاه وقال كده انتو اللي اتناشر اللي هم بيرمز الكنيسة ستجلسون على إثنى عشر كرسل في يوم التجديد لتدونوا أصباط إسرائيل هيأتي مع ربوات قدسية لكي يدين المسكونة بالعدل بعد ما يقوله إيه سنملك على الأرض ده مين اللي بيقول كده الكنيسة مين هي الكنيسة العهد الأديم والعهد الجديد دي الفئة الأولى الفئة التانية ونظرت سمعت صوت ملايكة ايه موقف الملايكة بقى الملايكة ما يقدروش يرنم معانا التبليمة دي ليه لأن ما يقدروش الملايكة يقولوا ربنا زبحت واشترتنا هو من دبعش من أجل الملايكة لن دبح من أجل الملايكة النورانيين ولا من أجل الملايكة الساقطين الساقطين ضاعوا والنورانيين لم يسقطوا لكن قالوا حاجة تانية نظرت وسمعت صوت ملايكة كثيرين حول العرش والحيوانات وش يخلي بالكم احنا الدائرة الجوانية والملايكة الدائرة البرانية ياه من هو الإنسان حتى تذكروا وابن آدم حتى تفتقدوا أنقصتوا عن الملايكة لكن رفعتوا في المجد وكان عددهم دا الملايكة ربوات ربوات وألوف ألوف دي بتفكرني بحاجة جملة قالها الخديس غروريوس لست أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك لما يطلع يرنك أنك تسبح مش في احتياج لتسبيحك دي نعمة من عنده وعطيت الذين على الأرض تسبيح الشاربين والصرفين أعطانا خبز الملايكة اللي هو التسبيح لكن ما أعطاش الملايكة خبز البنين عجيبة من هو الإنسان حتى تذكروا وابن آدم حتى تفتقدوا في الخليقة أنقصتوا عن الملايكة لكن هناك في السماء رفعتوا في المجد أقرب من الملايكة إليك رفعتوا في المجد طب الملايكة لما سبحوا الربوات والألوف قليم بصوت عظيم مستحق ما قالوش أنت مستحق هو الخروف المزبوح إحنا بنقوله مستحق أنت للحاضر لكن بقوله مستحق هو للغائب الخروف المزبوح أن يأخذ للوقت للقدرة الغنى الحكمة القوة الكرامة المجد البركة سبع صفات الملايكة رأوها في هذا الخروف الذي ظلم وتزلل ولم يفتحتاه اللي هو بيموت قوات السماوات تزعزعت إيه اللي بيحصل ده معقولة منظر عجيب ترجمة نانسي قنقر